السلام عليكم واصفقائم مقطع جديد مقطع اليوم رحكم بلابت بيكي اكس دي اليوم يجمع عنا ايميل جديد من شركة لابت بيكي اكس دي ونحن نقرأه سوا مع بعض فقبل بداية هذا الفيديو لا تنسوا تحطوا الليكات كثير و تشتركوا بالقناة و يعني هيك تفعلوا كثير على الفيديوهات و كثفوا الدعم عشان يكون كثير صحوبات وصلوا يضمن الاف عشان اعلان عني فائزين بالسحب يلا نبدأ بالفيديو اجمع رح ابدأ اقرأ اول شي مرحبا العاب سامو هذا قصدهم بيكي اكس دي مالها الي كتبت كذا كتبت هي سامو جيمس بس ترجمة جوجل عادي سامو جيمس منذ عودة المسافر يبدو العالم مختلفا لديه شاشة غامض اليوم رأيته يتحدث الى دريد بوي مشيرا الى سوترتي اه اوكي سوري منوصلنا الكابي بارا الخاصة به وبدأت دريد بوي عاطفيا جدا ماذا يهدثوا لهم فيا جماع رح نشوف كل شيء بالصوار يعني عشان نكون هيك اوضح كتير في الله نكمل بينما كانوا معا ظهر المسافر مرة اخرى وهذه المرة طرح لغض جديد يا جماعة المسافر هو هذاك اللي كان بتحديد الفريق الأزرق وكذا لما قفز بهذه الطائرة قال المسافر مما سمعته فيجمعك معلومة بسيطة غوسف جورل هي الكاتب لنا هذا الإيميل فمن لم تنتهي بعد لكي رأيت حل محنتك أيها العالم حل اللغز وإضمن لك حياة طويلة ومزدهرة أنت تسم به وهو يحبك عدت وهو يحتفل واكشف عن شعوره تغير المشروع جماعة أنا متأكد أنه فيه أخطاء بهذه الإيميل مشاركة هي اللي مساوية الأخطاء بس ترجمة جوجل فيلا نكمل يا لهم اللغز ماذا يعني هذا اللغز أولا تلك المحادثة عن الأحلام الآن هذا الحديث عن الاحتفال والشعور غير المشروع ماذا يجب أن يفعله مع الشخص الآخر هل يمكنك مساعدتي في اكتشاف ما يحدث فهذا هو الإيميل لتحديث اللي رح يكون بعد الهالوين وهو تحديث مهرجان الحيوانات رح قولكم الحيوان اللي رح ينضاف نسيت يا جماعة رح نشوف الحين الصور فيلا نشوف الصور مع بعض فيا جماعة هذه هي الصورة الأولى بنشوف فيها العالم أو المدرج مين هذا المهم وهون فيه كمان دريد بوي شكله ودريد بوي منسوي كمشكل أو شيء كده وملابس دريد بوي تغيرت أكيد شفتوا التغير رح وضح لكم الصورة أكثر خصوصا بالملابس رح ندقك ويا جماعة هذه الملابس شكل تغير صار على هذا الحيوان وكمان يا جماعة دريد بوي سوى عنه فيديو باليوتيوب وكمان بالإنستا مالو يعني تبعوه أوكي رمار رح جيب لغيت بهذا الفيديو فيا هيك سوى عنه فيديو فهذا الحيوان أعرف أنه عنده قوة خارقة وهذا الحيوان رح يكون بجواهر هذا حيوان عنده قوة خارقة حتى ظهر هون الصورة تبعو وهذه يا جماعة هو الحيوان المفضل عند دريد بوي واسمه كابي فرا كابي فرا ياب أنا متأكد من الاسم كابي فرا هو يعني حيوان هيك حلو وبيربوه يعني أوكي وهذه الصورة تانية فيها المسافر والعالم ودريد بوي طبعا بيفكروا أو كذا ما بعرف شو بيعملوا المهم للتحديد يفكروا للتحديد الجديد فيتماعوا بس هات كان هو الفيديو اليوم وتسريباتنا لا تنسوا توضعوا لايك وهات كان الفيديو اليوم